موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم الاثنين 13 سفر 143 هجرية الموافق ل 20 شتنبر 2021 ميلادية العنوين هي كالتالي الخبر الاول هو ان واحد الطبيبة كان تحكم عليها هذي تقريبا واحد سبعتاشر عام بخمسة وعشرين عام ديال الحبس لانها قتلت ثلاثة ديال المرضى في مستشفى خيمينة في دياس حكيم مادريد الناس كاملا كتراف مستشفى ديال خيمينة دياس هو اكبر مستشفى في مادريد هذي قتلت ثلاثة ديال الناس هذي واحد سبعتاشر عام واليوم والات حاولت تقتل شي بعض الناس في سيبر مارشي والبوليس كدلك غادين شوفوا قصدير هات السيدة وغادين شوفوا كيفاش انهم مرة اخرى وخايا يعني كتقوم بعملية القتل الى كان اوروبي ولا اسباني للأسف الشديد فيعتبر مريض نفساني بل حتى يمكن انه يعفى عنه ويخرج من الحبس وغادين شوفوا من يخرج من الحبس شانه ولت عملك العنوان الثاني هو مرصب حكومي باسبانيا طبعا الحال شاهداء شاهدون من اهلها بان هناك زيادة خطاب الكراهية تجاه الاجانب في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة خطاب الكراهية الموجه نحو المغاربة وانترد بن اومية او لبن خومية هو واحد الاسقف او راهب اسباني ليدعو الحكومة الى يعني الترحيب بالمهاجرين والمعاملة ديانا ومعاملة ديانا كذلك هاد الاسقف هذا معروف بانه دائما ينتقد الحكمه وهاد مرة هدي ينتقدها فيما يخص غلاء الكهرباء لك هم هاد العناوين هدي يبقى مع نحتنا الاخر واندخلوا في التفاصيل اذا الخبر هو اعتقال طبيبة حاولت تطعن شرطي بعد قتلها ثلاث مواطنين هاد الطبيبة اليوم حاولت تطعن شرطي الاثنين بعد قتلها ثلاث مواطنين هدي سبعتاشر عام وكذلك اليوم حاولت تضرب واحد الناس كاخيرات اللي كيتخلصوا في السوبرمارشي بالسكين وبطبع الحال نحن هنا في اسبانيا او اللي في اي دولة اخرى او حتى في الالي كلنا نعيش في المغرب فانحن يعني الانسان لابد من انه يعني بين قوسين يؤمن بان الدولة مثلا عند القضاء نازيه وعند الناس متخصصين اكفاء اطباء كذا اللي بامكانهم يحكموا في القضية فاحنا هاد السيدة هدي ممكناش نحكموا عليها ولكن انا فقط غادي ننقلكم الخبار كما هو اليوم الحرس المدني اعتقل الطبيبة نويليا دومينغو اللي قتلت ثلاثة ديال الناس في مستشفى خيمينيخ دياس عام الفين وثلاثة بعد اعتدائها اليوم ها هاد السيدة قتلتهم في الفين وثلاثة و اليوم اعتدت على واحد جوش ديال النساء في واحد السوبر مارشي في المولار جهة ديال مادريد فمعادك 12 ديال النهار تقريبا هاد الشيء وقع اليوم وهاد الطبيبة هادي ضربت الدك جوش ديال النساء في السوبر مارشي وخرجت بره وفي نفس الوقت يعني عايته البوليس كان يحاول البوليس لوكالي يشبرها فكانت تحاول هي كذلك انها دفع لرأسها بالسكين باش تحاول ان تقتله وقتلت الطبيبة نويليا دومينغو ثلاثة ديال الاشخاص وجرحت سبعة اخرين في مؤسسات خيمينة دياس الصحية يعني ما كانت تخدمها في الطبيب هادي في ثلاثة ابريل عام الفين وثلاثة فهذه السيدة هاد الطبيبة هادي قتلت ثلاثة ديال الناس ولكن في الفين وسبعتاش يعني تم المحكامة والتي استمعت لمرة اخرى واستمعت المتخصصين أطباء نفسيين والناس متخصصين فاتشاتة ديال العلم النفسي والجرائم وقالوا بأنها سيدة يعني من بعد عشرة سنوات هي نفسها توصلت تفهمت معدس دياله وجبرة رأسها فريمورا هي مريطة ولكن حاولت تتمشى مع ذاك المرض دياله وبدأت تفهم رأسها وبالتالي يعني ذاك الجانب العنيف فيها كانت تكونترولي القضاة بدلوا السيستم دياله السيدة هذي وقالوا عيوض ما تتعالج فوسط المؤسسة الصحية والسجنية كذلك فغادي تمشي يعني تتعالج مع الأسرة دياله وبالتالي مشات عند تجعلها مسؤولة يعني مشات تعالج مشات يعني مشي هي مشة احدها شي حد مشات كتقابل الوليدة دياله مشات كتقابل الأم دياله ويعني بقى تحت المراقبة صاري ما كيقولوا من قبل طبيبها النفسي اللي كان يعني عليه أن يبلغ بأنه أي حاجة تطور وقعفها كان خصوه يبلغ بالسلطات باش ولي يشبروها إذا ولا نقولوا عنده دك العنصر ولا دك الدافع الإجرامي اللي كان عنده هاد السيدة هذي المتخصصين في الجهة ديال ديال في المستشفى الكبير اللي كانت فيه انفانتا سوفيا وفي الجامعات سان سيباستيان ديلوش مهم بالزاف ديال المؤسسة كبيرة دخمة جدا قالت بأن هاد السيدة هذي صافرة هي برات مرئرة هي مزيانة تقدر تمشي وعطاوها يعني الإذن القاضي نقولوا تعاونوا معه في إصدار القارة على أنه بإمكان هاد السيدة هذي تمشي للدر ديالة تعيش مع العائلة دياله وحتى هي كيقول لك على الرغم أنه نويليا دومينغو تعاني مرض لا يوجد علاج معروف له إلا أن الفصام المزنين اللي عنده كان كذلك مصحب جنون العظمة يعني السيدة قلت لك كان طبيبة حيض من الطريقة يعني هي كل شي لا يزال مستقرة لديها يعني كان قلق ذلك الشي طرعا كي ما ذلك الشي عندهم زيان ولم يعد حتى الآن نوبات يعني عدم معاوضات بش دخلنا للمستشفى ولكن كما شدوا هاد الشي اللي اللي عملت اليوم فأكيد أنه غادي يقول لي يخليهم يفكروا مرة أخرى قبل ما يقول لي يسرحوا هاد السيدة احنا بطبيعة كما كان قولو ما كان عرفوش حيط ليت الموضوع ما احنا قوضات ما احنا علماء نفسيين ولكن بعض الأحيان تجام على التين فيهم كما كيقولون نصار الله شي حاجة كتدرى بالكفرسي كتقول سبحان الله يعني الأجاني الإسبان والأمريكان والفرنسيين من اللي كتكون عملية القتل دائما كيكون واحد الجانب النفسي السيكولوجي اللي يمأتر عليهم وبالتالي دائما يعني كيكون الطيور النفساني هو اللي نقولو كيعطي الكلمة دياله الأخيرة هذا فيما يخص الخبر الأول الخبر الثاني اللي هو واحد المؤسسة حكومية إسبانية كتلاحظت زيادة نسبة ديال خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيما يخص يعني الخطاب ديالكراهية الموجه نحو المغاربة وبالمناسبة فهذا يبدو أنه ليس مقتصر فقط على الشبكات التواصل الاجتماعية ولكن الخبر هنا يتعلق فقط بشبكات التواصل الاجتماعية والزيادة يعني اللي لحظوها منسبة 16% المرصد الإسباني هذا ديال المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب فقال بأن 30% من رسائل الكراهية المنشورة على شبكة التواصل الاجتماعي ما بين شهر ديال 7 وشهر 8 تشير يعني أنها موجهة للمهاجرين القاصرين بزيادة 13% ديال الكراهية على شهر ديال ماي ويونيو وفق ما أشهر الهماسة التواصل الاجتماعي والهجرة قلق هذا كي نعكس في أحد تقارير رسائل الكراهية اللي نشراته المرصد ذكر فيه أن الهيئة حددت وأبلغت منصات فيسبوك تويتر يوتوب وإنستغرام والتيك توك بما مجموعه ستمية وسبعات محتوى من خطاب الكراهية بزيادة 9% كي يخذوا المعلومات من طبيعة الحال فيسبوك، تيك توك، يوتوب هذه المنصات اللي يخرج فيها أي واحد كي يقول اللي يريد طبيعة الحال والتي تم حدف أكثر من يعني في الأخر كي يضطروا أنهم يحطفوا هذه الخطابات ولكن كي يكون التأثير ديالي كي يكون وقع صف يعني تحت الناس اللي كتكون عند الأراء كونسيرباطيبة يعني أراء شوية متحفظة عليها ممكن ما تقول لاش وخاهية مثلا تقول مغربة مش مزينة ولكن ما كي يجهروش بها ولكن من اللي كي يبدأ يخرج هذه الشهدة في مواقع التواصل الاجتماعي فأه يعني كي نقوله كي يزعم ندم أنه يقول وإلا بقى كي يزعم بزيادة وبقى تكتر الدد بزيادة فأنا ما كنقولوش بأن المغربة رامة كاملين مزيانين ولا الأجانب كاملين مزيانين بطبيعة الحال بحالهم بحال كلمة زيان والعيان المهم هو أن الإنسان من اللي كي بدي يزعمه كي بقى يقول هذا كل الرأي دياله ومشي غير الرأي وإنما يعني كي يكون مصاحب واحد الكلمات نابية في بعض الأحيان فأه بطبيعة الحال حتى اللي ما عمره كي يكون كي يقول شي حاجة كي بدي يقول بالتالي كيوقع هناك نشيقاق في المجتمع ما ننسوش بأن المهاجرين رهما جزء من المجتمع وكشفت دراسة المرسل الإسبانيان الخطابة المعادية المهاجرين الموجهة للقص القاصرين المغاربة بشكل خاص وهي 30% من خطاب الكراهية على الإنترنت الذي تم تحيبه بينما 17% اللي كانت في ماي ويونيو يعني دبا 16% تزادت تقريبا إلى 15% وكي يقول لك شنوة الدافع الرئيسي لخطاب الكراهية هو تلك العنصرية ضد السكان المهاجرين ككل يعني المهاجرين بصفة عامة والتي زادت بشكل طافيف في شهر سبعة وشهر ثمانية لوصلت 30% وتعكس أحد التقارير نصف شهرية يعني كانت تحاليل دي 25% و 15% يوم التقارير خطاب الكراهية عندنا تجاه الخاص من أشو المهاجرين وفي قناة أورادتهم الوزارة في البيان وهذا الخطاب الكراهية الضاعف يعني نحو الأشخاص المنحدرين من أصل المغربي خلال الشهرين فقط ديال مارس وأبريل كانت سبعة فاصلة سعود في المياه بالنسبة الخطاب الكراهية الموجهة للمغاربة وفي ماي ويونيو 15% يعني الدوبل وبالتزامن مع ذلك الشيء اللي وقع في سبتاء ففي شهر سبعة وشهر ثمانية تزاد خطاب الكراهية حتى 30% يعني هو ماشي يتزاد خطاب الكراهية نحو المهاجرين بانخومية هذا هو واحد الأسقف ولا رئيس رئيس المؤتمر ديال الأسقف الإسباني يعني كي يقول الحكومة الإسبانية بأنها تخفيض أسعار الكهرباء اللي بطبيعة الحال هنا غالية وهنا في سبانياسكات ماكين تشوي واحد خرج الشارع تشوي واحد ما قلت تشوي واحد ما تفضوا الذي حتى ما يكون الأرقام القياسية في الأسابيع الأخيرة هو بلا شك أحد الشواغل الكبرى للسكان وخاصة العائلات دات الموارد الدخل المحدودة هذا الأسقف هذا بأنه يخدم في كاريتاس ويخدموا في ذلك الجمعيات ديال المساعدات فكي يقول الآن ما يبقاوش خصوم يعطيه غير الماكلة والشارع بالناس وإنما ولو خصوم يعاونهم في الماء والضو يعني خصوم يخلصوا لهم الفاتورات ديال الماء والضو وكي يطلب الحكومة أنها تنقص منها لأنها كالناس اللي ما غاليش يبقى يشعلوا آآ الضو غير الماء الضو بالأخص ما غاليش بقى يشعلوا الضو فبالتالي كي يقولون بأنها راه يعني هاتش داكي فوق القدرات ديالنا وكي كريتيكي ينتقد الحكومة في هذا القرار اللي اتخذت وأضاف من خمية أن كاريتاس ساعدت اللاجئين الأفغان الذين وصلوا إلى إسبانيا وهي تقدم لهم كل عاون وبرامج لتوجيههم ومساعدتهم عن اندماج في سوق العامل يقول لك بأنهم يعونوا اللاجئين الأفغان وكذلك قال بأنه علينا مساعدة المهاجرين والترحب بهم ومساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه ودمجهم في مجتمعنا لا يمكننا أن ننسى يقول لك بأن في دولنا الأوروبية ما عندناش الشباب ما عندناش اللي غادي يخلص لنا الضمان الاجتماعي ما عندناش اللي غادي يخلص لنا التقاعد ديالنا ولهذا يقول لك أن في الدول الأوروبية ليس لدينا العدد الكافي من الناس للعديد من الوظائف وزيد على هذا أن الوظائف ما كانش اللي كيشغلا لأن لدينا مجتمع متقدم في السن عندنا الشوارف كتار وحيتي يوجد عدد قالي جدا من الموايانين ما كان ولدوش فكيف نضمن المستقبل يجب على شخص ما كيقول لهم شي واحد خصوا يعاوننا وش كل ما يعاونونا هما المهاجرين اللي كيجيوا غادي نساعدوهم ونعاونوهم ويندمجوا في المجتمع ديالنا وهما يشوفوا لنا الخير وحنا نشوفوا لهم الخير رحبوا بهم وبالتالي يندمجوا في المجتمع وكيقول بأن هنا يا إننا نحضر بمساعدة كبيرة من هؤلاء المهاجرين الذين يأتون من الخارج ونشكرهم ولا نشعروا أنهم منافسون ولا يأتون لإزعاجنا أو يأخذ وظائفنا وكيقول لك خسنا نغيره النظر ديالنتجة المهاجرين إلى هنا نكون صالة للأخر ديالفيديو ديالي شكرا بزاف لحسن المتابعة كما دائمان ما تنسوش اللايكات والبرتاج وإلى فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم